السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع النفس اليوم بذن الله إن شاء الله سنأخذ بذن الله درسنا ونستفكر أيضا ونأخذ بعض المعلومات الجديدة ونطبق مع بعض بذن الله مهرتنا السقوط الأمام بذن الله لكن قبلها سنأخذ الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية أخذنا بحصة الماضية الخطوات أو الإجراءات الاستعداد عشان نكون مستعدين لمادتنا لنستفكر مع بعض الإجراءات وبعدها بذن الله ننتقل إلى تماريننا اليوم وبعدها إن شاء الله سنأخذ درسنا بشكل بسيط وأخيرا سنأخذ بعض الأسئلة ومراجعة على درسنا اليوم ننتقل مع بعض الآن إلى الإجراءات الاستعداد لمادات التربية البدنية عندنا في البداية رقم واحد الحرص على النوم الكافي أذكر أن نحن لازم نحرص على النوم الكافي ليلا وأيضا ثانيا التغذية الجيدة دائما نحرص لنا على التغذية الجيدة الصحية من الضروات والفواكه والبروتينات والدهون الصحية وأيضا شرب كمية كافية من الماء رابعا رسداء الملابس الرياضية المناسبة خامسا اختيار المكان المناسب وتهيئته لازم اختار المكان المناسب وأيضا هيا وبعد عنا جميع الأدوات الممكن سبب لي الإصابة والآن ننتقل مع بعض إلى ثماريننا اليوم نبدأ الجميع الآن نكون واقف وجاهز ولابس الزي إيش الرياضي المناسب نبدأ الجميع الآن مقوف صحية الضر مستقيم نظر يكون إلى الأمام من التمرين الأول نمشي بالمكان بسرعة خفيفة وننتقل إلى سرعة متوسطة جميع جاهز تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة عشرة استمر ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني درعين عاليا والنزول لمس باطل القدم ثم العودة مرة أخرى ولمس الباطل القدم بالجهة الأخرى الجميع جاهز تمرين ابتدي واحد درعين عاليا اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة ممتازين عشرة استمر ممتازين جولة الثانية واحد ثلاثة عاليا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثالث وقوف يكون بشكل جانبي برعين عاليا ورفع القدم ولمس الركبة والرجوع إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى الجميع جاهز لذرعين عاليا تمرين ايه ابتدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين تمانية تسعة عشرة استمر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمني الأخير وقوف ذرعين جانبا تحريك ذرعين للأمام بشكل دائري مفصل الكتب بشكل بسيط مع بعض تمرين ايه ابتدين واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال تمانية تسعة عشرة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة تمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مبعث المكان مع تحريك القدم والذرع بشكل جدا بسيط نستمر البحركة نخطو الأمام ممتازين نرجع مرة ثانية نستمر البحركة قف ناخذ الشهيق والزفير مع بعض مرة ثانية أخير تهزينا أعطكم العافية ننتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بدل الله رح نتكلم عن السقوط بطريقة آمنة في الاتجاهات في البداية أن الطالب الذي توفر لديهم أو الطلاب الذي توفر لديهم المهارات في السيطرة على أجسامهم عند السقوط يمكنهم تجنب الإصابات المحتمل حدودها بسبب بسبب السقوط وأيضا وهي أحد العوام المهمة للسلامة عند مرسل الألعاب والأنشطة البدنية عندما قلنا عندنا نجد ثلاث أنماط رئيسية من السقوط واحد السقوط الأمامي وأيضا هذه صورة بسيطة للسقوط أيش السقوط الأمامي وأيضا ثانيا السقوط الخلفي هذه صورة أيضا توفحية للسقوط الخلفي ثالثا السقوط الجانبي واليوم بذل الله رح نتكلم عن السقوط أيش الأمامي رح نأخذها إن شاء الله بالتفصيل وكيف نقدر نعديها بشكل صحيح أولا السقوط الأمامي هو سقوط على الكفين لو لاحظنا الآن يكون دائما سقوطنا أيش على اليدين أو على الكفين مع الحذر من ارتطام الوجه بالأرض ويراه عند هذا السقوط النقاط التالية واحد مد مفصل أو مفصل الركبتين لو بدنا دائما في هذه المهارة يكون مد كامل في القدمين ومفصل الركبتين ثانيا مد الذراعين أماما ثم ثانية تدريجيا لمفصل المرفق لزيادة امتصاص صدمة الهبوط لو لاحظنا الآن هذا الوقوف بشكل مستقيم مد الذراعين أماما ثم ثانيها بشكل بسيط وتدريجيا لامتصاص صدمة الأرض وأيضا رفع الرأس عاليا والهبوط على الصدر لو لاحظنا الآن يكونيش الجسم الأعلى ويكون الراس إلى الأعلى بشكل بسيط وأيضا استخدم هذا النوع من السقوط عند آداء بعض المهارات الشائعة في الألعاب الرياضية مثل مهارة الاستقبال من أسفل من السقوط في كرة الطائرة بعض الألعاب يتم استخدام هذه المهارة والسقوط إلى الأمام والهبوط إلى الأمام بشكل صحيح لاحظة الآن هذا مقطع توضيحي بسيط يوضح لنا كيف نقدر نؤدي مهرتنا بشكل صحيح لاحظة الآن الهبوط باليدين لاحظة اليدين كيف تطمها بالأرض بعد ثاني اليدين بشكل بسيط لامتصاص صدمة الأرض مرة ثانية لاحظة الآن الوقوف بشكل مستقيم ثم الهبوط ومد الذراعين والهبوط على الذراعين ورفع الرأس إيش إلى إلى الأعلى مرة ثانية لاحظة الآن مد الذراعين والهبوط إيش على الذراعين وبعدها يكون رفع الرأس إلى الأعلى وهذه هي الطريقة الصحيحة للهبوط إلى الأمام لأننا ناخد مراجعة بسيطة على درسنا اليوم لدينا السؤال صح أو خطأ يراعى في السقوط الأمام مد الذراعين أماما ثم ثانية تدريجيا لمفصل مرفق لزيادة الامتصاص صدمة الأرض هل هذا السؤال صحيح أو خاطئ ممتازين أبطال هذا من الأسئلة الصحيحة لا بد مثل ما قلنا لابد يكون ذراعين أماما وأيضا ثاني بشكل تدريجي لامتصاص صدمة الهبوط إلى الأرض بكذها حبايبي يصير تعلمنا بشكل جدا بسيط الهبوط الأمامي بشكل صحيح بكذها تهينا من درسنا اليوم أعطيكم العافية جميعا حسنا ونصاتكم وستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته